موسيقى موسيقى حلقتنا اليوم هنحكي عن الحامل والوردة مع الصيام بصير نكون عنا حمل وبنفس الوقت نصوم برمضان طب صير نكون عم نرضع ونصوم برمضان حليب بتاعنا كميته ما حتتأثر طيب الحمل والجنين ما حينضروا إذا إحنا وصمنا كتير فيه من الأسئلة اللي إحنا عم نسألها من الحوامل والمرضعين بهذه الفترة مشان هيك إحنا أول سؤال نقولهم يا إنتوا لازم تروحوا تسألوا دكاترتكم إذا إنتوا مسموح تصوموا أو لا بس بشكل عام نقدر بنحكي إن الحامل حملها مقسم لثلاث مراحل مرحلة الأولى الشهر الأول لشهر الثالث هي مرحلة لوحام مرحلة الثانية من الشهر الرابع للشهر السادس وهي ما تسمى بفترة شهر العسل للحامل والمرحلة الثالثة هي من الشهر السابع للشهر التاسع الأول للثالث إذا كان الحامل محامها خفيف لطيف ما عنا مضاعفات ما عنا مشاكل الضغط ما عم بينزل والسكر ما عم بينزل نقدر نقولهم إنهم مسموح يصوموا ما عنا أي مشكلة بنفس الوقت المرحلة الثانية هي من الشهر الرابع للشهر السادس أسهل مرحلة وأخاف مرحلة منقدر كون كلنا خفبين لطيفين وعم نتحرك وإحنا مبسوطين فيها بتلاقي الحامل نفسها فيها أنيرجي وثاقة كتير أكتر مسموح تصوم بهديك الفترة ومنرجع من أكد إذا هي مسموح لها من الدكتور إنها تقدر تصوم فترة الثالثة اللي هي المرحلة من الشهر السابع للشهر التاسع هذه المرحلة إحنا بنقولهم يديروا بالهم فيها لأنه مكون دخلنا بفترة اللي بنقرب من مرحلة الولادة نتأكد إن الحامل صحتها منيحة ما عم بيصير فيه عندنا تقل كمية المي اللي عم تشربها كافية إذا صامت بأي مرحلة من المراحل الحامل المصائح اللي هيكونوا كالتالي لازم تشرب كمية مي كافية من 2 إلى 3 لتر بفترة الإفطار بنفس الوقت هتتأكد إنها عم تاخد السعرات الحرارية الكافية هتاخد من المجموعات الأساسية كربوهيدرات، بروتينات، الخضروات المفيدة إلها نقدر نشكل قد ما منقدر بالغذاء وناخد العناصر الغذائية المهمة المرضع كمية الحليب ما حتتأثر أبداً من سيامها ومش سيامها لأنها حتظلها نفس الكمية باعتمد هي تصوم أو ما تصوم على عمر الطفل اللي هي عم بترضعه إذا كنا بعد مرحلة السنة ففعلياً الطفل عم بياخد من الأكل الثاني غير بس حليبها مشان هيك ما عنا مشكلة إنها تقدر تصوم لأنه ضامنة إنها هي عم بتطعمين من الأكل الثاني ديروا بالكم على صحتكم سواء كنتم من المرجعين أو من الحوامل اشربوا كمية مي كافية ارجعوا لأخصائيين الدكات رتعونكم عشان تقدروا تعرفوه مسموح تصوموا أو لا رمضان كريم شوفكم بالحل أزر اشتركوا في القناة